سكان حقور بمحافظة حجة بين مشردين ومحاصرين قصف مكثف تشنه ميليشيا الحوث الإنقلابية على أكثر من مائة ألف مواطنين أصيب وقتل على إثره أكثر من مائة وخمسة مدنيا حتى الآن ولم تكتفي الميليشيا بالقصف المدفعي على قرى مكتظة بالسكان بل وتفرض حصارا خانقا للشهر الثالث على التوالي وتمنع دخول الأدوية والمياه والغذاء بل وتختطف أي جريح يتم إسعافه فيما نزح ربع السكان بعد أن تركوا ورائهم كل ممتلكاتهم ومصادر الداخل قبائل حقور لم تقفوا موقف الصامت تجاه محاولات الميليشيا الحوثية لدخول المنطقة لاختطاف المواطنين وقمعهم فتصدت لهم مشعلة انتفاضة عامة تمكنت من دحر ميليشيا الانقلاب والتقدم في عدة مناطق على أطراف كشر فيما أشاد أبناء حقور بمساندة تحالف دعم الشرعية بالإنزال الجوي للأدوية وكذلك الذخيرة والغارات التي تدمر الأهداف العسكرية لميليشيا الحوثي ما تتعرض له منطقة حقور اعتبره الكثير حرب إبادة من قبل ميليشيا الحوثي فيما طالبت المنظمات الحقوقية المبعوث الأممي زيارة المنطقة وفك الحصار بلال الصبر الإخبارية